موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم اليوم الأستاذ كريم عديل محامي بهاء الضر البيضاء دكتور الدولة في الحقوق وحكم معتمد لدى مركز الوسطى والتحكيم بالضر البيضاء فاليوم نطرق القضية لتهم المغرب كلهم لا داخل الوطن ولا خارج الوطن وهي قضية السحراء المغربية التي ندفع عليها جميعا ونظرا لها الإحداث الأخيرة والدجل التي أثرها نايم العابد الأمم المتحدة السيد بن كيمون وفي هذا الإطار نتكلم عن العديد من النقاط الهامة لا من ناحية تاريخية ولا من ناحية الشرعية التي كتبت بصفة قطعية ولا شككة فيها بتوبوت مغربية السحراء ولكي الجميع والشباب المغربي يتمسك ويكرس الشرعية دل المغرب ودل الصحراء المغربية لا داخل الوطن ولا في جميع مناطق العالم يجب التمييز بين الجدار الرملي والمنطقة العازلة فجدار الرملي هو جدار أنشئ في عاد الحسن الثاني وهو يعد أكبر تاني أكبر جدار رملي في العالم بعد العالم يعيد الشين كما تعلمون وهو الجدار تم إنشاؤه بالأموال المغربية وبتكلفة باعدة وهذا الجدار تم إنشاؤه لصد الهجامات والاعتداءات التي كان ضد المغرب التي كان تقوم بها تقوم بها هذه البوليزاريو وإطراء إنشاء هذا الجدار تم بفعل صد عديد من الهجامات والاعتداءات ديال الجباة هذه أما بالنسبة لمنطقة العازلة فهي منطقة إنشاءها المغرب كذلك والتي كان فيها الآن المينورسو التي تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار وهذا كتبت حسن نية المغرب لكي بين للمنتظم الدولي بأنه الهدف دياله وهو إيجاد حل وإيقاف هذا النزاع المفتعل فالجزائر ليس له هدف واحد بل أهداف ومن بين هذا الأهداف فهدف أساسي بدعمه لهذا الجباة البوليزاريو وهو خنق المغرب لا من ناحية الجغرافية لانتمع المغرب الإفريقي ولا من ناحية الاقتصادية حيث أن المغرب يحده المحيط الأطلسي وله من ناحية اقتصادية مصادر وتروات لا طاقية ولا سماكية أما بالنسبة لمسألة الاستفتاء التي أصبحت اليوم متجوزة فكان من مستحيل قيام بها رغم أن المغرب كانت حسن نيته في إجراء الاستفتاء وذلك للتهرب التهرب جزائر والبوليزاريو من إنجازه نظرا لمسألة تانية ومسألة السكان تندوف كيف؟ باستيطانهم ومستقطابهم لسكان ليس بمغرب ليس بمغرب وكيستقبوهم وكيستطنهم من الدول الأخرى بينها النجار بينها المأمالي والدول الأخرى والطورق أخرى ولتكريس شرعية الصحراء المغربية التي لا شك فيها فكان هناك دلة تاريخية والدلة قانونية الدلة التاريخية البيعاء القائمة والذي دائم كانت قائمة بين القابلة الصحراوية وجميع الملوك المغاربة والصلاة المغاربة لا في العاد ديال المرابطين ولا في العاد ديال الموحدين ولا الساديين ولا العلوين وهذه البيعاء وهي القائمة ولا تشكيك فيها مرة أخرى ما بين الأدلة والدليل القطعي القانوني هذه المرة هو الحكم الذي استصدره المغرب من محكمة لاهي والذي يتبت بشرعية الصحراء المغربية وهو حكم دولي لا يمكن تشكيك فيه أو المناقشته ومن ضمن الإنجازات التي قام بها المغرب للمناطق الصحراوية هو المخطط ديال التنمية الشاملة اللي كان قام به المرحوم الملك الحسن الثاني واللي سارع على خطاه الملك محمد السادس وفي هذا الإطار فإن المخطط أخيرا أو في الأوين الأخيرة أعطت صاحب الجلالة المخطط ديال التنموي شامل بمبلغ 77 مليار درهم ليضم جميع الميادين الاقتصادية الاجتماعية ثقافية رياضية وأخرى ومن ناحية الدولية فإن العديد من الدول تدعم الموقف ديال المغرب في إطار المسألة ديال السحراء المغربية وهذه الدول تدعم مناسب في المجلس الأمن ومناسب دائمة من بينها فرنسا بريطانيا أمريكا ومؤخرا روسيا حيث كما تعلمون صاحب جلالة إطراز زيارته لروسيا مؤخرا جاء دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسحراء المغربية وهذه نقطة مهمة ودعم جديد يكرس الشرعية ديال السحراء المغربية فمسألة وهدف مهم وهو استقرار شمال إفريقيا فاستقرار شمال إفريقيا وراهين بفض هذه النزاعات المفتعلة وخصوصا وأننا نلاحظ أن الإرهاب لا دولة له لا حدود له ولا دين له وبخلاصة القول وكما أتبتت شرعية المغرب في الصحراء وصحراء المغربية فنحن نشجع جميع الشباب المغاربة لا داخل المغرب وفي جميع مناطق العالم لتجيع وتكريس الموقف المغربي التي لا شك فيه والدفاع عن الصحراء المغربية وكما نعرف جميعا أن الصحراء هي مغربية ولا يمكن لها إلا أن تبقى مغربية المغربية 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 اشتركوا في القناة